واحد الحل السياسي في اليمن في اليمن في حرب لكن هاي الهدف هو الحرب من اجل الحرب؟ لا الهدف الحرب من اجل السلام او من اجل التسوية او من اجل استقرار وامان اليمن الرئيس سيسي مبارح لما قابل المجلس على قوات المسلحة قال بشكل محدد وواضح تماما احنا بنعمل على حل سياسي في اليمن الرئيس السابق اللي هو جزء كبير من الازمة القائمة علي عبدالله صالح اتكلم للمصري اليوم مبارح برضو وقال انه هو عايز وساطة مصرية دلوقتي هو خارج البلاد على الارجح بغض نظر عن علي عبدالله صالح كلام الرئيس السيسي ان احنا بنعمل على حل سياسي في اليمن واعتقد ان ده كمان موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة السعودية لا تريد حرب من اجل الحرب ولا تريد ان هي تخوض في معركة طويلة تؤدي الى انهاك الشعب اليمني والدولة اليمنية انما دي حرب لها اهداف محددة هذه الاهداف هي كسر علي عبدالله صالح وحلفائه الحسيين اتنين وجود جيش وطني وقيادة شرعية للبلاد ثلاثة الوصول لمستقبل امن فيما يخص الامن القومي السعودي والامن القومي العربي وفيما يخص مصر الامن القومي المصري والامن القومي العربي اذا دي مش حرب من اجل الحرب وانما حرب من اجل كسر الذين حاولوا كسر اليمن وكسر الامن القومي العربي لما نصل الى مستوى عسكري مناسب نبدأ التفاوض ونبدأ التسوية السلمية هي حرب ولكن من اجل السلام ومن اجل اليمن